طيب مسألة ما هي أنواع الطواف؟ الطواف في الحج ثلاثة أنواع طواف القدوم وهو مستحب وهو في حق المفرد والقارن وهو سنة مستحبة لا يجيب إن فعله الحاج فهو الخير وهو الأفضل وإذا ما فعلوا ما عليه شيء النوع الثاني طواف الإفاضة وهو طواف الركن الذي لا يصح الحج إلا به فهذا لا يتم الحج إلا به فإذا الحائض ماذا تفعل في هذه الحالة؟ يجب عليها أن تنتظر حتى تطهر ثم تطوف للإفاضة وهنا مسألة بالنسبة لطواف الإفاضة للحائض سوف نستعرضها لاحقا النوع الثالث من الطواف وهو طواف الوداع طواف الوداع واجب وأعمال الحج أركان وواجبات وسنن وهناك فرق بين الركن والواجب الواجب هو واجب يجب فعله ولكن إذا ما فعل يجبر بدم أما الركن لابد من فعله قولا واحدا ولا يجبر بدم ولا غيره طيب نعود إلى طواف الوداع قلنا إنه طواف واجب طيب ما شأن الحائض في طواف الوداع؟ الحائض إذا لم ينتهي حيضها وكانت مسافرة فيسقط عنها طواف الوداع يسقط عنها طواف الوداع ولا شيء عليها